الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما أعلن في نهرته أنه يريد أن يسير بالسيرة الجده رسول الله وسيرة أبيها أمير المؤمنين كان يريد أن يعلن للعالم أن هاتين السيرتين كيف كانتا لأن الناس في ذلك اليوم كانوا قد رأوا سيرة أمثال معاوية ومن قبل معاوية غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذين كانوا يعاملون الرعية ويعاملون المسلمين بالشدة والعنف الإمام الحسين صلوات الله عليه أعلن أنه يريد أن يمثل سيرة جده رسول الله ويمثل سيرة أبيها أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما ولم يتركوا للإمام الحسين هذه الفرصة حتى يرى العالم التمثيل الصحيح والواقع لسيرة الرسول الله ولسيرة أمير المؤمنين وإننا من منطلق الواقعية من منطلق حب الخير للعالم من منطلق واجبنا من إراءة المصالح العامة للبشر في العالم ننصح حكام البلاد الإسلامية وحكام البلاد غير الإسلامية ننصح الحكام في كل العالم في المائتي دولة في العالم وأكثر من مائتي دولة ننصحهم وندعوهم بقراءة لسيرة رسول الله ورسيلة أمير المؤمنين وتطبيق هذه السيرة على أنفسهم الحكام يطبقون هذه السيرة على أنفسهم حتى همهم الحكام يعيشون بخير وأيضا الأمة لا تعيش بالرعب وخوف